حزب العمالي يعلن عن سياسة لجوء أكثر صرامة أعلن حزب العمالي اليوم عن سياسة جديدة وأكثر تشددا للجوء والهجرة يريد الحزب منحى خمس مليارات كرون إلى المناطق القريبة حيث يوجد لاجئون يريد أن يمنح حالة لجوء كاملة فقط للاجئين الملاحقين بشكل شخصي مثل نشطاء حقوق الإنسان الهاربين من ديكتاتور السوريون وغيرهم ممن يهربون من الحرب والنزاع يحصلون على إقامات مؤقتة فقط وتديق في لم الشمل يريد زيادة حصة اللاجئين ودعم مراكز اللجوء في إفريقيا لقد فاجأوا أوروبا في خريف عام 2015 اللاجئون الذين أتوا من بلدان من بينها سوريا ينبغي أن يتم التمييزه بين من يأتي برأي حزب العمال أعلنت لجنة الهجرة في الحزب عن سياسة لجوء جديدة نريد أن ندعم الناس من خلال حصص اللاجئين هذه طريقة أكثر عدلا لاستقبال اللاجئين الشرط هو أن يقول عدد طالبي اللجوء القادمين عبر الحدود النرويجية من يأتي من الحرب سوف يمنح اعتبارا من الآن إقامة مؤقتة وتضييقا في حق لم الشمل إذن فالحقوق ليست كما هي الآن سوف يحصلون على إقامات مؤقتة ستكون الإقامات المؤقتة أقل لكن دون وجود اتفاقية لدولة ثالثة فسنفعله كالسويد أي إقامة مؤقتة وتحديد للم الشمل يفضل حزب العمال مساعدة اللاجئين في المناطق القريبة والدول الآمنة الأخرى هذا يعني المزيد من الاتفاقيات كالتي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا المليارات الخمس لا تعجب وزير التنمية الجهود في المناطق القريبة تكلف أكثر بكثير من خمس مليارات اليوم لذا فعرض حزب العمال هزيل الآن ستتم مناقشة اقتراحات لجنة الهجرة ثم سيكون بيد المؤتمر الوطني للحزب في الربيع أن يقر بالسياسة الجديدة